تستمر ميليشيات الحوثي في تسويق الأعذار المخجلة لتبرير العجز في إدارة المناطق الخاضعة لها وفشلها الفاضح في تخفيف معاناة المواطنين وأبرز مثال على فشلهم يتمثل في ملف المشتقات النفطية التي عادة ما يستخدمونها لتسويق الأوهام خاصة ما يتعلق بتسعيرتها الباهظة التي يتهربون من تخفيضها حتى الآن بحجة عرقلة التحالف واحتجازه لسفونها بحرا حتى غد احتجاز الناقلات موالا سمجا يرددونه ليل نهار كزواملهم وشعاراتهم المستوردة قبل رمضان بأيام بشروا في مناطقهم بتخفيض لدبة البنزين سعة عشرين لترا إلى أربعة آلاف ريال وروجوا لذلك باعتباره مكرمة للمواطنين ومراعاة لمحنتهم بمناسبة الشهر الكريم لكنهم سرعان ما تراجعوا ليتفاجأ الناس بأن المحطات لم تخفض شيئا وفيما يستمر سعر استوانة الغاز في صنعه بحدود أربعة آلاف ريال رغم أنها في مارب بألف وخمسمائة ريال فقط ما تزال دبة البنزين والديزل عند سقف ستة آلاف ريال تقريبا ما يعادل اثني عشر دولارا وبحساب ثلاثمائة ريال للتر رغم التدهور والكساد الذي أصاب العالم منذ شهور بسبب كورونا حيث تهاوت الأسعار ما بين اثنين وعشرين وثلاثين دولارا لبرميل النفط الذي سعته مئة وستون لترا أي أن سعر الدب العادل من الفين إلى الفين وخمسمائة ريال فقط بحساب الدولار وليس ستة آلاف ريال واللتر بربع دولار أي تسعين إلى مئة ريال وليس ثلاثمائة ريال وكعادتهم في ترويج الأوهام لامتصاص التذمر الشعبي داب الحوثة منذ بداية رمضان على تسويق الأكاذيب عبر شركة النفط التي حولوها إلى شركة تابعة لمجموعة من اللوبي التجاري الحوثي وضخوا سيلا من الأخبار عبر مواقعهم الإلكترونية عن أن الشركة تنوي التخفيض فعلا لولا أن سفن المشتقات عالقة عرض البحر وتتعرض ناقلاتها للاحتجاز لأسابيع بحجة رفض التحالف لتفريغها وصفة إجراءات التفتيش بأنها عقاب جماعي بهدف تبرئة أنفسهم رغم أن المشتقات تملأ المحطات ولم تحدث أي أزمة أكد مزاعمها بل تمنح التصاريح بعد تفتيش الروتيني لمراقبة تهريب السلاح ورغم تفريغها أولا بأول إلا أن الميليشيات لم تفي بأي تخفيض في تنصل مقرف يرده مراقبون إلى أن معظم الشركات المستوردة للمشتقات يملكها حوثا من أموال الشعب المنهوبة ومثلها كبريات المحطات الحوثية التي انتشرت مؤخرا وهؤلاء هم اللوب المتحكم بشركة النفط وتجارته غير القانونية كما أن فوارق أسعار المشتقات تمثل المورد الأهم لتمويل حربهم العبثية وتحقيق الإثراء الفاحش منها اتشير الأرقام إلى أن إيرادات مناطق سيطرات البليشيات من المشتقات تتجاوز ثلاثمائة مليار سنويا بما يكفي لصرف رواتب جميع موظفي الدولة شهريا لكنها تورد للبنك المركزي شكليا ثم إفراغها أولا بأول لتوريدها إلى خزائن كاهنهم بصعدة ولهذا لا يبدو أنهم مستعدون لتخلي عن مورد كهذا على المدى المنظور بسبب اتساع جبهاتهم وحاجتهم لشراء ولاءات قبلية وعسكرية وتجنيد المتطوعين لتعويض عناصرهم الهالكة وخسائرهم الفادحة في الجبهات على حساب مآسي وأوجاع اليمنين